استقبل وزير الخارجية سمح شكري نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بمقر بعثة مصر دائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك أوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات السنائية واستكشاف المحددات والضوابط التي تحكمها ومما يؤدي إلى تطويرها على النحو الذي يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني تأسيسا على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول كما أكد الجانبان تطلع نحو الإسهام في تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهم الإقليمي وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على استمرار التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين